وجهت المخابرات الإيرانية ضربة كبيرة لإسرائيل من خلال اغتيال أحد الحاخامات الإسرائيلين خلال الـ 72 ساعة الماضية تحدثت العديد من المصادر حول تقصيل ما جرى مثل Sky News بالإضافة إلى Times of Israel وكذلك يدعوت أحرنوت والشخص أو الحاخام الذي قامت أساساً إيران باختياله بحسب الاتهامات الإسرائيلية هو الحاخام إتزفي كوغان هذا الرجل يسكن في الإمارات العربية المتحدة تحديداً في أبوظبي وهو يحمل الجنسية الإسرائيلية بالإضافة إلى الجنسية المولدوفية وكذلك هو صاحب أهم أو أول محل أساساً لبيع المنتجات الإسرائيلية في دبي افتتح في ديسمبر من عام 2020 وتحديداً اسم هذا المحل كما تلاحظون هو ريمون ماركت ومعلومات هذا الرجل مكشوفة للجميع ومكشوفة للعالم بسبب أنه قام بالعديد من الإعلانات لهذا المحل كما تلاحظون سابقاً ليروج بأن هناك منتجات إسرائيلية في هذا المحل كذلك لديه صور منتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي عندما كان جندياً في الجيش الإسرائيلي بعض أيضاً المصادر تحدثت بأنه ينتمي لحركة حاباد الإسرائيلية وهي أكبر منظمة يهودية على مستوى العالم وتأسست في عام 1788 من قبل الحاخام شينور ميلادي في بيلاروسيا انتقل مقرها بعد ذلك إلى لادفيا وبعدها انتقل إلى بولندا ومن ثم إلى بروكلين نيويورك ونازال قائم من هذا المقر حتى يومنا هذا في نيويورك تحديداً والذي جرى مع هذا الحاخام اليهودي عندما كان متواجداً في أبوظبي كان هناك تعقباً لجهازه ولتواجده ونقطة تواجده وكان هناك ثلاثة أساساً من الأسبكيين هم الذين قاموا بعملية اختطافه ونقله إلى نقطة قريبة من العين الإماراتية بالقرب من الحدود الإماراتية العمانية وبعد ذلك قاموا بإخلاء سيارته أو ترك سيارته في منطقة معينة سحبوه إلى نقطة أخرى وقاموا باختياله وبعدها انتقلوا إلى عمان ومن ثم اتجهوا لتركيا طبعاً واختفوا عن الرادار تماماً وبالنسبة لأجانب الإسرائيلي هو يتهم إيران بأنها هي التي تعقبت جهاز هذا الحاخام الإسرائيلي وهي التي نفذت هذه العملية وجندت هؤلاء الأسبكيين بكي ينفذوا عملية الاختيال هذه وذلك رداً على الضربة الإسرائيلية التي شهدناها في السادس والعشرين من أكتوبر الماضي ضمن عملية أيام الحساب على العمق الإيراني خاصةً وأن إيران ليست بالغريبة أبداً على العمليات الاستخبارية وعمليات الاختطاف من الإمارات العربية المتحدة تحديداً وسبق أن كانت هناك عمليتين في دبي على سبيل المثال في عام 2020 كانت هناك عملية اختطاف من قبل الإيرانيين لجامشد شارمات هذا الرجل أساساً في عام 2020 قاموا باختطافه كما تحدثنا وهو يحمل الجنسية الألمانية ولكنه إيراني الأصل اختطفوه من دبي إلى عمان ثم إلى إيران وقاموا بإعدامه الشهر الماضي كذلك هناك الشخص آخر وهو عباس يزدي قاموا باختطافه في عام 2013 كذلك أيضاً من دبي وفي عام 2014 دبي تمكنت من إلقاء القبض على ستة من منهم متورطين في عملية اختطاف رجل الأعمال الذي يحمل الجنسية البريطانية وهو إيراني الأصل ستة من منهم متورطين بهذه المسألة وبعدها جاءت البي بي سي البريطانية لتتحدث ببساطة بأن من كان خلف عملية اختطافه هي المخابرات الإيرانية كذلك أن إيران كانت تحاول الانتقام أساساً من الضربة الإسرائيلية خلال هذا الشهر بعملية مفاجئة في تايلاند في جنوب شرق آسيا حيث كان هناك انذاراً كبيراً وتعاوناً بين الأجهزة الأمنية في تايلاند مع الموساد الإسرائيلي من أجل أنقاذ عدد من المستهدفين الإسرائيليين في تايلاند تحديداً والعملية طبعاً لم تنجح في نهاية المطاف كذلك أن إزرائيل هيران كشفت بشكل مثير للغاية بأن إيران أرسلت العديد من الرسائل الغير حقيقية لعدد من أعضاء حركة حباد التي تحدثنا عنها والتي ينتمي لها الحخام الإسرائيلي الذي اختيل من قبل الجانب الإيراني كما تتحدث إسرائيل وهؤلاء من هم منتمين لهذه الحركة هم من الوزراء الإسرائيليين على الأقل وزيرين هم كانوا هدفاً بدعوات لهم في نيويورك في بروكلين تحديداً من عدد من الإيرانيين وطبعاً ما تعتقد وكما تعتقد إزرائيل هيران بأن الهدف كان هو لجمع المعلومات الاستخبارية أو التجنيد وقد تكون أيضاً عملية اغتيال من أجل الانتقام تحديداً للجانب الإيراني من الضربة الإسرائيلية الأخيرة طبعاً إسرائيل لم تسكت أبداً وكانت هناك عدد من التصريحات الرسمية القادمة من إسرائيل بعد اغتيال هذا الحاخام وأكدت الآتي تتعهد إسرائيل باستخدام كل الوسائل المتاحة لتقديم القتلة إلى العدالة بني أمين نتنياهو هو الآخر قال ستستخدم إسرائيل كل الوسائل وستتعامل مع قتلة تزفيكوغان ومن أرسلهم إلى أقصى حد يسمح به القانون والإمارات العربية المتحدة كانت قد أصدرت عدداً من البيانات حول ما جرى في متابعة حثيثة لهذه العملية الخطيرة للغاية وما هو مثير بهذه المسألة ظهرت أيضاً إحدى الطائرات المسيرة الإيرانية التي انطلقت من جزيرة قشم باتجاه الإمارات العربية المتحدة وظهرت وهي تلف كما نلاحظ هنا هي تقوم بالدوران في هذه المنطقة باتجاه الإمارات باتجاه دبي ويظهر وكأن هذه الطائرة المسيرة تحاول جمع المعلومات بعد هذا الحادث الذي نتحدث عنه وهذا هو التسجيل الخاص بهذه الطائرة المسيرة كما نلاحظ وكذلك أن الطائرة المسيرة حلقت وكانت تحلق على ارتفاع أكثر من عشرة آلاف قدم ليس واضحاً إذا ما كانت القضيتين مترابطة لكن تحليق هذه الطائرة وتوقيتها هي مثيرة للانتباه عملية الاغتيال التي طالت هذا الحاخام الذي نتحدث عنه اليوم هي تأتي مسألة أو كمسألة منطقية بالنسبة لأجانب الإيراني خاصة وأن إيران في حقيقة الأمر بعد الضربة الإسرائيلية تضح لها بين المنظومات الدفاعية بغض النظر ما هو وضع هذه المنظومات الآن وكيف ضربت وما إذا كانت إيران قادرة على إصلاح هذه المنظومات أو المنظومات الرادارية المرتبطة بها هي غير قادرة الآن أو في المستقبل من التصدي للضربات الإسرائيلية وكذلك أن الأجواء أساساً مفتوحة لأجانب الإسرائيلي في حالة أي هجوم مستقبلي لضرب المفاعلات النووية أو حتى المنشآت النووية الخاصة بأجانب الإيراني لأن إسرائيل ضربت إحدى المنشآت النووية فعلا إلى الشرقي من إيران وأعلنت عن هذه المسألة وتحدث عنها بنيامي نتنياهو بشكل واضح بالتالي الأجواء مفتوحة لأجانب الإسرائيلي لتحقيق مثل هذه الضربة بالتالي بالنسبة لإيران أن ترد على إسرائيل بشكل مباشر وواضح وتضرب العمق الإسرائيلي مع كل الضغط الذي تتعرض له إسرائيل من حزب الله اللبناني من الفصائل الموجودة في المنطقة بشكل عام سيعني رات كبير ليس فقط من إسرائيل لكن لا بد من الانتباه بأن دونالد ترامب أصبح رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية كذلك نحن الآن في فترة البطة العرجاء لم يتسلم حتى هذه اللحظة دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية بالتالي إسرائيل ممكن أن تذهب أبعد مما تريده الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا أو أي دولة أوروبية أخرى كذلك أن الوكارة الدولية للطاقة الذرية الآن وبخت إيران وصوتت على قراراً ضد إيران بسبب عدم تعاون إيران في مسألة تخصيب اليورانيوم وإيران هنا بدأت تفكر بشكل واضح بأن عليها فعل شيء لأن التصريف أيضاً للدولار الدولار الواحد حتى يوم أمس بحسب ما ثبتته عدد من الأوساط الإيرانية من ضمنها إيران إنترناشنال أصبح يساوي الدولار الواحد 700 ألف ريال إيراني هناك انهيار للتومان وللريال الإيراني في مواجهة الدولار في ظل كل هذه الظروف التي نتحدث عنها والتهديدات الموجودة في المنطقة بالتالي الجانب الإيراني أن يذهب الآن في اغتيال هذا الحاخام الذي نتحدث عنه في الإمارات العربية المتحدة وكذلك أن يتم تجديد أوزبكين لتنفيذ هذه العملية وبعدها يغادر إلى تركيا ولا يغادر إلى إيران على سبيل المثال فإن هذه المسألة ستبعد إيران من أي اتهامات مباشرة وإن كانت إسرائيل تضع هذه الاتهامات مباشرة على إيران كذلك هي ليست مضطرة الآن على ضرب إسرائيل وفي نفس الوقت هي انتقمت وهذا هو المهم بالنسبة لأجانب الإيراني بكل تأكيد وأجانب الإيراني الآن يركز على التفاوض مع الإدارة الأمريكية الجديدة الأمر أصبح واضحا مما نشر على موقع أكس من قبل المستشار للمرشد الأعلى وهو علي لارجاني أشار في تغريدة له في النقطة الثالثة بأن الجانبين أمام وضع جديد ووجد بأن هناك فرصة أساسة لتوقيع اتفاق مع دونالد ترامب وهو أمر قد يرغب به دونالد ترامب فعلا وبالإضافة إلى ذلك كانت هناك أيضا أنباءنا اليوم تتحدث بأن إيران ستكون في نقاشات مع عدد من الدول الأوروبية من أجل المحادثات النووية في 29 من نوفمبر القادم هناك صوت دبلوماسي عالي بالنسبة لإيران ولكن على الرغم من أن إيران تأخذ هذا الطريق وهذا المنحنى إلا إسرائيل حتى هذه اللحظة يبدو بأن أصبح لديها سببين لضرب إيران الآن الأول هو محاولة إيران عبر حزب الله اللبناني اختيال الرئيس أو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامي نتنياهو بضرب منزله بطائرة مسيرة وكذلك الآن يضاف لها هذا الحاخام الإسرائيلي في الإمارات العربية المتحدة سببين بدلا من سبب واحد قد يعني أن إسرائيل هي من ستبادر بضرب إيران وإن كانت إيران قد قررت أن تأخذ هذا المنحنى الغامض والاستخباري والعودة إلى حرب الظل مرة أخرى اشتركوا في القناة